موسيقى للأسف أن عالمنا العربي والإسلامي حالياً مأزوم بالصراعات السياسية والاجتماعية وكثير منها منبعها عدم القدرة على فهم اختلاف الآخر وبالتالي عدم القدرة على إدارة الخلاف معه لذلك من المهم أن نؤكد دوماً على ضرورة الإحسان في قراءة الآخرين وفهمهم وسعياً إلى ذلك سيكون لدينا اليوم قراءة في كتاب جديد يتحدث حول هذا الموضوع وهو كتاب كيف نختلف للداعية سلمان العودة فك الله أسره كيف تحدث سلمان العودة عن الاختلاف والخلاف نقاشنا اليوم مع ضيفتنا في الاستوديو القارئة في هذا الكتاب سندوس الحريري سيد صباحك سندوس أهلا وسهلا فيك بداية سندوس كيف تحدث الكاتب عن الاختلاف وطبيعته؟ كان أول فصل ذكر فيه كتير مواضيع مجملها وآخر استنتاج منها أنه لازم الإنسان يتعايش مع الاختلاف بأريحية لازم نطبع الخلاف وإحنا نكسب اللياقة النفسية لحتى سماها اللياقة النفسية كتير كلمة حلواء أنه نتقبل الخلاف ونتقبل إحنا نكون مختلفين على الآخرين وأن الآخرين نكون مختلفين عنا كمان أنه ما نحاول نعاند طبيعة الاختلاف فيه ناس بتقول مثلا لازم نتفع مو لازم نتفع فيه أمور كتير بتظل يعني مفتوحة ولا يتم الحسم فيها فتعايش معها والتسويق للاختلاف هذا الشيء بيؤدي لأريحية بالتعامل بيؤدي لإنتاجية أكتر بيؤدي لإخاء أكتر بين الناس طيب هل ممكن رفع الخلاف على حسب رأيه؟ لا يعني هون فيه إجابة حلوة يعني فيه فصل حاله كاتب فيه أنه هل من سبيل لرفع الخلاف؟ قال حتى العلماء ما يعني ما بيروح الخلاف بيناتهم قد يقول قال أنه إحنا لأنه جاهلي مثلا أو ما عنا علم كتير منختلف على أمور لكن حتى العلماء بيختلفوا بيناتهم قد بيزيد قديش ما بيزيد علمهم قديش ما بيزيد فيه منهجية علمية ومع ذلك بيظل فيه اختلاف بيناتهم إذن الحل فيه إدارة الخلاف وأنه يكون فيه عندنا آداب وأخلاق معينة نحاول نتعامل مع اختلافاتنا جميل يعني يمكن هو الاختلاف شيء طبيعي بين البشر لكن المهم جدا أنه ما يؤدي للخلاف أعتقد أنه هذا هو الذي يقصد الكاتب بس في موضوع الاختلاف بين العلماء هاي نقطة جدا مهمة يعني وكثير من الناس على فكرة بتوقف عندها لما بتقرأ التاريخ الإسلامي بشكل عام حسب يعني ما تعرض له الكاتب برأيه لماذا كان العلماء يختلفون؟ هي عدة أسباب كثيرة رح أحكي الاستنتاج النهائي بعد ما نحكي الأسباب حلو أنه نجمعه سوا مع بعض أول شيء عدم وصول الدليل عم يقول أنه قد العالم من العلماء ما يكون وصل الدليل لاحظوا عالم هو بس ما وصل الدليل سبب الثاني أنه قد يكون وصل الدليل لكن ذهل عنه نسيه ونسيه ما بيقول نسي يعني نسيه وبعدين تذكروا نسيه نسيان دائم فقد تحدث فعلا أنا ذكرت هيك مثلا معلومة صدقا هيك كان في معلومة نسيه دائم وذكروا فيه زميله أو صديقه مثلا العلم أن الدليل قد يبلغ لغاء عالم لكن ينساه أو السبب الثالث عدم ثبوت الدليل يعني وصل الدليل لكن من رأيه هو اللي هو عم نحكي عن أحاديث ما ثبت عنده هذا العالم هذا الدليل السبب الرابع أنه شاف الحديث غير مقصود فيه الاستنتاج اللي استنتجه صديقه أو مجموعة العلماء الفنانية يعني هو استنتج شيء أو مقصد من الحديث غير اللي استنتجه الآخر السبب اللي بعده طبيعة البشرية نعم مثلا قد تنتج فتوى مثلا يسألوا الناس سؤال فيفتي عالم بأحليتها ولكن يفتي عالم بإنها مباحة يعني أنه مباحة أو واحد يقول لا مكروها مثلا طب ليش بيصير هيك طبيعته البشرية مزاجه في أشخاص صارمين علماء مثلا يكون صارمين في أشخاص متساهلين فريحين أكتر هذول بيكونوا أكتر مثلا ساعة أو بيميلوا للأحاديث اللي أكتر فيها ساعة طبيعة البشرية بتأكثر نعم جميل الاختلاف في مقدار العلم في مثلا علماء ساعة ذكائهم عالية كتير بتذكروا بيقدر يربطوا بين الأمور في علماء بيكون مثلا معلوماتهم شوية يعني أو قدرتهم على التذكر على أدحالها وهي طبيعية هذول هذول ذكر هون فهون من هذول الأدلة شو منستنتج كنهاية أنه العلم ما نو موضوعي حتى العلماء أكبر علماء ما فينا أنه نقول أنه موضوعي بنسبة مئة بالمئة لأنه الطبيعة البشرية بتتدخل كانت تتدخل اللي هي الذكاء أو القدرة أو الميول إلا ما تتدخل فهم والوعي بهذه الأمور بيخلي الإنسان أقل حدية وأكثر تسامح مع الاختلاف يعني أنا أفهم أنه أنا احتمال كبير أنه طبيعة البشرية عم تفوت على علمي مهما كده أحاول أكون منهجي نعم تحكي عن علماء دين وبالتالي ما أتعنصر لرأيي أو تزمت فيه تماما جميل إنه في نهاية الأمر كان يعني في حديث للرسول عليه الصلاة والسلام فيما معناه أنه الاختلاف رحمة فعليا في هذه الأمة صحيح تفضلي بناء على الاختلاف رحمة في فصل تطبيع الخلاف ذكر حادثتين اللي هي الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام قال للصحابة لا تصلوا العصر إلا في بني قريضة في جزء من الصحابة فهم أنه يسرع بس متى ما فاد وقت العصر يصلب وين ما كان للصنف الآخر فهم أنه لا يوصل لبني قريضة ويصل العصر هنا صحيح ولما وصل الخلاف للرسول ما قال لا هات صح ولا هات صح سكت فبالتالي أنه خلص الاتنين صح فهاي توسعة في حديث آخر أنه صحابيين كانوا بفلى وما لقوا ماء فتيمموا وصلوا بعدين لقوا ماء واحد منهم توضع وعاد الصلاة والآخر ما أعادها نعم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للأول أصبت أجرك مرتين وللتاني قال له يعني قبلت صلاتك أجزاءتك وقاربت السنة أو ما بمع معناه فهو صح حل الاتنين أنه في صح وفي أصح فأنه ننظر للأمور أنه في صح وفي أصح صحيح والاختلاف والخلاف أمر طبيعي بنهاية الأمر لكن فعليا نسمده شو هو آداب الخلاف تمام قلنا أنه العلماء بيختلفوا طيب صحيح إذن العلم هو الحل أنه نرفع الخلاف أو ندير الخلاف الحل هو الآداب الآداب ونتزم فيها من آدابها أنه عدم التثريب على المختلفين ما نأخذ المختلفين مثلا في علماء بعصرنا بيقول أنه العالم الفلاني قال كذا كذا والله إنه هلك والله إنه بجهنم ما بصير يعني هذا التثريب على المختلفين إحنا عم نأخذه لأنه اختلف معنا فهون حل حكمنا عليه بالمطلق يعني آه تمام فيه كمان الوضوح والمكاشفة اللي هي الموضوح والمكاشفة رح أقرأ جزء شوي من الكتاب عجبني أنا مش مشكلة خدي راحتك راحت الصفحة يعني معني أنا طاويتها هنا فيه واحدة مطوية فيه واحدة مطوية من هنا قد تكون هي فيه واحدة ثانية بتحبي إحنا نطلع لك إياها أيها لقيت ممكن إحنا نشوفها لقيت لا تنخزون يعني تمام إن من الوضوح والمكاشفة أن نتصارح في الخلافات التي توجد بيننا على أن تكون هذه المصارحة سبيلا إلى تجاوزها والقضاء على الجوانب السلبية فيها نعم وعلى أن لا نظن حين نتصارح أننا نمثل مرجعية الحق يعني أنا بتصارح مشان أنتوا تؤمنوا برأيي لا هذا خطأ وقصار الأمر أننا نطلب من الآخرين العودة إلينا فهذا خطأ الوضوح والمكاشف بس إني أوضح فهنا فيه شغلة مثلا فينا نطلبها من المشاهد ونطلبها إحنا بين بعضنا إنه لما نتناقش وإنت اختلفتي مع الآخر بس جربي أنا جربت كثير جربي إنه تقولي للمقابلك أنا بختلف معك هون مقياس إنه الآخر في عنده سعال الاختلاف إذا توتر مثلا توترت وقالت لا ومعرف شو مثلا صارت مشادة معناتها الآخر أو المقابلك ما أنها عم تتقبل اختلافك إذا الطرف الآخر شافه إنه آه فكرة يعني إنه عن جد أنا بختلف معك وتقبلتها هون مدخل لأنه نفهم بعض للنقاش وتب نعم جميل كما من آداب الخلاف استعمال الصبر والرفق والمدارة الشخص إذا كان عنده الصبر والقدرة أنه يداري الأفضل أنه يعامل الناس ويختلف معهم ويوضح وجهات نظره إذا ما عنده الصبر وهذا الشي بيفقده أخلاقه ينصح بالاعتزال يعني هون بالكاتب نصح أنه الإنسان يعتزل لا يضل يعطي رأيه بكل موضوع وبده يحكي رأيه وبده يخالف لأنه ما عم يتحمل الاختلاف فيعتزل ما في مشكلة يعني ما نحرج نعم إذن هذه الأداب الأساسية للخلاف طيب لو حكينا الخلاف فعليا ما مزالقه إلى ماذا يمكن أن يؤدي مزالقه هي قصد فيها الكاتب أنه أمور بنعملها بتزيد حدة الخلاف أو بتخلينا نختلف باختلاف مذموم نعم إذا أنت كنت يمانك معي وحدة منهم إذا لم تكن معي فأنت ضده يعني أنا لازم نختلف بالرأي أو إحنا أعداء وهذا مو صحيح إحنا منتنوع مع بعض صحيح الإطاحة مثلا إذا أنت اختلفت معي فإنه مثل ما قلت هلك فلان فلان فاجر أو شي من هالحكي اغتيال الشخصية بالمعنى الواقع تماما القعقعة اللفظية أنا أحاول أنه كبر بألفاظي أستخدم ألفاظ كبيرة مشان أنه تكبر أنا تبعتي فبالتالي أحاول أقنع الآخر برأيي فإذا ما اقتنع الآخر برأيي مع أنه هو فيه مشكلة نعم القطعية أنه أنا رأيي أكيد هذا جزمت فيه وهون فيه شغلة نبه عليها أنه إحنا لما نحكي آراء أنا ما عم نحكيها عن آراء علمية أنا استنبطتها أنا قرأتنا الكتاب فأنا عم بنقل عن شخص وهذاك نقل عن شخص فإحنا عم نختلف مع بعض وإحنا عم ننقل عن أشخاص فهون يعني أنه هون خدعة إحنا عم نقلد أشخاص فعلى شو منختلف بالنهاية قد يكون اللي نقلنا عنهم غلطاني إحنا ما نواصلين أو متأقديم 100% إنه هاي المعلومات صح نعم فهي مهمة الجدل العقيم إذا الشخص شاف اللي مقابل أنه عم يجادل جدل العقيم فحاول لقدر الإمكان يتوقف طبعا هي صعبة بس نحاول قدر الإمكان يتوقف والخلط بين الموضوع والشخص إنه الفكرة بدل ما تكون فكرة صحي أو نتناقش على الأفكار معينة نشخص الأمور إنه أنت معناته سيئ معناته أنت بصير معك لأنك أنت مؤمن بهالفكرة نصير فوت الأمور الشخصية بجدالات أفكار يعني بجدالات أفكار نعم طب خلينا نحكي شوي عن الفرق بين الخلاف والتفرق تمام هلأ هو ذكر نوع من الاختلاف اختلاف تنوع واختلاف تضابط اختلاف التنوع مثلا أنت يكون اهتمامك آداب نعم أنا اهتمامي إدارة هلأ حتى لو اختلفنا أنا المعلومات اللي عندي هتكون كتير أقل منك فبالتالي هون نزعة الخلاف هتكون قليلة بس المطلوب مننا أنه نتقبل ببعض مو أكتر هذا اختلاف تنوع نعم أنت بتهتمي بمجال أنا بهتم بمجال ونحاول قدر الإمكان أنه نتعاون اختلاف التضابط احنا بنفس المجال بس عم نضاد بنقطة معينة وهون هو المدخل اللي بيصير فيه للتفرق لما تشترق له قلوب يعني لأنه أنت بتختلف معي بقضية معينة أنا باحثة فيها وإحنا يعني على قدر متقارب من القوة فبالتالي نصير منكرها بعض أو ما بدنا أن نكون مع بعض ذكر قصة هون أنه العلماء كانوا يختلفوا على أنه يجهر يجهروا بالبسملة واختصلا أو ما يجهروا ففي حدا من السلف رغم أنه كان يحكي الإمام أنا بختلف معك أنه لازم أنت تجهر بالبسملة لكن كان يصلي وراه وهون وحدة الصف لا وحدة العقل أنه وحدة الصف لا وحدة العقل أنا بخالفك وحكيك أنه أنا بختلف معك بس أنا ما بترك الجماعة أو ما بحاول أني شو بيقوله أنزع شيء متفأة عليه الجماعة أو أخرب فعاليات جماعية لأنه أنا مختلفة حاول قدر الإمكان أنه أكون مرن أعبر عن نفسي أكون واضح أنه أنا بختلف بشوف هات غلط بشوف هات صح بس أنه أكون مع الجماعة قدر الإمكان حتى ورد على فكرة عن كثير من العلماء والأئمة أنه كانوا لما يسافروا من منطقة إلى منطقة يتبعوا الرأي الفقهي الموجود في المنطقة الجديدة على الرغم من كونه بخالف الرأي الفقهي اللي كان موجود في منطقتهم فهي نقطة جدا مهمة سندس أنا حاب الآن أعرف تأثير هذا الكتاب على حياتك الشخصية أنت من وقت ما قرأتيه كيف صارت نظرتك للأمور نظرتك لطبيعة الاختلافات الموجودة في حياتك بينك وبين أصدقائك والناس اللي بتتعاملي معهم هلأ يعني أكثر شيء طبقته بالعائلة يعني خصوصا بين خواتي فقدر الإمكان إذا شفت مثلا واحدة من خواتي عم تقول لي عم تحكي بطريقة قطعية بإلا أنت عم تحكي بطريقة قطعية يعني ما أنك ضامنة تماما أنه نعم تحكي صح قد يكون مثلا فيه خطأ أو مثلا أنت بتعتمد على دراسة معينة هاي الدراسة بعد عشرين سنة بتتغير شو حيكون منظرك فصار أكثر بحس حالي صرت أكثر تقبل للاختلاف أكثر تقبل أنه أسمع مثلا الأراء الآخرين وأقل أقل ثقة بزيادة بمعلوماتي يعني لازم الواحد يكون مواثق بمعلوماته بس بالنهاية رأي صحيح يحتمل الخطأ ورأيك خطأ يحتمل الصح يحتمل الصح هاي كتير 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 كلمة مهمة أنه احتمالية صح طب أنا ليش لا أضيع احتمالية هالصح مشان أنا أتكبر أو أني أصر على موقفي نعم كمان في نقطة مثلا مهمة بأنه ما يكون تفرق اللي هي تفعيل دائرة الاتفاق إذا إحنا منتفع على نقطة معينة بين بعض لازم نركز عليها ونشغلها ونعذر بعض بالشغلات المختلف فيها صحيح نختلف فيها أنت بتعملي مثلا جانب معين أنا بعمل هذا الجانب معين ما في مشكلة بس أنه فيه اتفاقات بينهاتنا من نمشي على أساسها نعم وإن لم تكن معي فأنت لست ضغطي من نهاية الأمر شكرا كتير لألك أسعدنا بوجودك سندس الحدي شكرا كتير لها الإنارة لهذا الكتاب شكرا شكرا